كيفية التيامم الصحيحة يا مولانا؟ عايزين إجابة بس على السؤال اللي أنا سألته لحدثك في الأول هل فكرة إن أنا لو أنا لابسة كبيرة مثلاً أو حتى جبس بعد الشرع عليك البعيد يا بعد الشرع ربنا يباريك لك هل ينفع توضع عادي والحتة تي بس هي اللي أتيمم عليها وأتيمم أعمل التيامم ولا خلاص بأعمل كله تيمم واللي هنعرف في الوقت إيه هو التيامم؟ الميزور لا يسقط بالمعسور معسور بالسين مش بالصاد مش بالمعسور بالمعسور من العسر أيوه مش من العصر نعم يعني اللقظة الممكن الإتيان بيه ما يسقطش علشان أنا مش عارف أجيب الهيئة كاملة نعم فالميزور المتمكن من فعله لا يسقط بالمعسور بالمتعزر يعني توضع عادي مع هذا الحتة واحد المكسور ماشي؟ ومجبس رجليه رجليه العضو بالوضوء قادر يوضي كل أعضاء وضوء إيه للرجل الشمال اللي كانت مكسورة دي أو المكسورة فيتوضع وبعدين ييجي على الجبيرة يمسح عليها تمام؟ وبعدين يتيمم يتيمم عن الجزء اللي ما وصلوش الماء يتيمم إزاي بقى؟ أتيمم كامل اللي احنا بقى هنشرحه اتفضل طيب بيجوز لي أن أعمل الفرض وكل النوافل لغاية دخول الوقت اللي بعده لما يدخل الوقت اللي بعده بتيمم تيمم جديد يعني ما يفعش تيمم حتى لو حفظت على وضوء واللي بيبطل التيمم هو اللي بيبطل الوضوء جميل نواقد الوضوء هي نواقد التيمم التيمم عبارة عن إيه؟ عبارة عن ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين فبضرب بإيدي كده مع النية هي دي الضربة أضرب بإيدي كده مع النية نقي التيمم وارفع مع النية وامسح وجهي مع النية ودين ضربة تانية لليد اليومنا كده إلى المرفق واليد اليوسر إلى المرفق أمرر بيه كده بضرب على إيه؟ ربنا بيقول صعيدا طيبا فالصعيد ده كل ما صعد على وجه الأرض ولا ما صعد على خصوص التراب خلاف عند العلماء فالتراب اللي هو فيه غبار مش الرمل فبضرب على التراب ده وتلاقي إيه تغبرت كده فبمسح على الوجه وبمسح بعد كده بتضربة تانية على اليدين إلى المرفقين بعض العلماء وسع قال كل ما صعد على وجه الأرض من أصلها يعني لو أحد جاب زلطة وعملها ينفع وده ممكن أن يؤثر على بعض الناس اللي بيبقى كبير في السن وكده فبينجيب له حاجة كده جنبه طوبة كبيرة طوبة كبيرة ولازم تكون عليها تراب عليها غبار يعني اللي اشترت التراب بيشترت الغبار فده حتى سهل انت دلوقتي مش لازم بقى نجيب تراب من الأرض أو بتاع لو انت عندك مثلا سجادة مركونة بقالها مدة فوق الدلاب ولا بتاعها بتبص لها تمال التراب خاصة هنا في القاهرة التراب ما أكتره يعني فالغبار ده ينفع تيامن منه يعني أضرب على السجادة دي فأتيامن من الغبار بتاعها فبقى ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ويأكيد التأمم حصل أستبيح أنا بذلك التأمم الصلاة إلى التي تليها ده الرأي الآخر ولا ده الرأي ده إجمال العلماء يا مولانا يعني ما فيش طريقة تانية للتأمم إما على التراب خصوص التراب التراب ده متفق عليه يعني الكل قال التراب جائز لازم تراب بعض العلم قالك تراب بس ولا شيء غيره وبعض العلم قالك لا ممكن نتوسع شوية ونخلي الموضوع كل ما صعد على وجه الأرض من أصلها يعني إيه من أصلها؟ يعني الدهان بتاع الحيطة ده ما ينفعش لأنه مش من أصل الأرض ده مطبوخ إنه كنت لسه حولك في ناس بتخبط على الحيطة ده مطبوخ الحيطة لو الحيطة زي الموجودة مثلا في بعض البلاد بتبقى من مواد طبيعية ما هيش مطبوخة زي الاطلاق والكلام ده زي البوية ينفع لكن البوية دي ما ينفعش الضرب عليها يبعا ما هيش مطبوخة